وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتة خلال العام القادم وذلك نظرا لأهميتها وكونها شرائيين للتنمية تخدم مواطني وأهل المحافظات والمدن والقرى المحيطة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها لسيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العالمين مرسى مطروح والذي يمتد بطول ستمائة وستين كيلو متر وتعمل في إنشائه مائة وخمسون شركة بحجم عمالة حوالي مائة ألف عامل في مختلف التخصصات كما عرض السيد الوزير في ذات السياق مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية دويتشيبان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث حيث من المنتظر أن تنشأ الشركة وطنية تحت مسمى دويتشيبان مصر فضلا عن قيم المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقارات ومراكز المجموعة بألمانيا كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكاك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية والتي ستساهم في الارثقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد فضلا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكاك الحديدية خاصة الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية خاصة شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا كذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم وذلك نظرا لأهميتها ولكونها شرائين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة فضلا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية كما تم أيضا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بما فيها ساحة الوبائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية